اشتركوا في القناة فنجد الكثير من العنوين العربية فنريد ان نعرف ما هي اسباب ذلك ما هي العنوين والمواضيع التي قد تهم القراءة الالمان كيف يمكن ايقاظ اهتمامهم او اثارة اهتمامهم ولكن نود ان نسأل ايضا ما هي المواضيع التي تهم القارئ العربي ما هي العنوين التي من المفترض ان تترجم الى اللغة العربية ايضا وما هي تحديات سوق الكتاب العربي بالذات اود ان نتحدث عن ذلك مع ضيوفي رشل امير من بيروت اهلا بك انت صحفية وناقدة وناشرة قبل كل شيء فمنذ بضع سنوات اسست مع شقيقها لقمان سليم المقتول اسست معه ضر جديد في بيروت التي تنشر الادب مجمعات معينة من الادب والدراسات اللغوية والشعر وبعض الترجمات من اللغة الالمانية مثلا بول سيلان ونيتشي فبعض مؤلفاتهم استطرت من دار الجديد نتحدث ايضا مع ياسمينة الجريساتي التي تتحدث الينا من دبي هي وكيلة ادبية ومديرة النشر في منصة ميناء وايضا اسست وكالة راية الادبية منذ بضع سنوات حيث تنشر الكثير من الاتباء العرب خاصة من لبنان الياس خوري وهدى براكات بعض المؤلفين من سوريا مصطفى خليفة ديما والنوس سمر يزبك ومن العراق سنعان أنطون وغيرهم من الأسماء البراقة ونتحدث ايضا مع بيرو سلابي الذي يتحدث الينا من ميونيخ وهو شعر ومترجم ونشر في دار نشر هنزر وهو مكلف بشؤون الكتب المترجمة من اللغات الأوروبية واللغة العربية ايضا مثلا هو كان من محرري كتاب على الأسواني الأخير في دار النشر نبدأ مع ياسمينة لأنها تعيش في العالمين هي تعرف سوق الكتاب العربي والأوربي وهي تعرف مدى اهتمام الأدباء العرب أو الاهتمام بهم هل هناك توجهات جديدة هل هناك اهتمام متزايد لدور النشر الأوروبية والألمانية بالأدب العربي وبماذا هذا الاهتمام مرهون شكرا على هذا السؤال نعم في البداية أوت أن أشكركم على أن تصغيفوني في هذه المنصة هنا عبر الشاشة أتمنى أن نلتقي من جديد بشكل مباشر منذ سبعة عشر سنة أعمل كناشرة أدبية كمديرة وكالة أدبية واستطيع القول بأن هناك اهتمام بقصص معينة مختلفة في بعض الأحيان طبعا بدرجات مختلفة في الأسواق الغربية المختلفة ولكن هناك اهتمام متزايد منذ الربيع العربي ولاحظنا ذلك حتى أثناء الحرب اللبنانية من قبل وأعتقد أن هذا الاهتمام مفهوم أيضا لأن هذه الدول أيضا هي مواضيع الأخبار في الصحف ولذلك هناك أيضا اهتمام غربي بالمنطقة العربية عموما بسبب التطورات السياسية هذا التوجه مهم ليس هو التوجه الوحيد ولكن لاحظنا ذلك هل هناك أمثلة قلت الربيع العربي منذ 2011 ولكن هل هناك أمثلة أخرى أيضا بحيث أنه أصبح هناك اهتمام متزايد بسبب الأخبار السياسية وبالتالي يصبح هناك اهتمام بأدب معين لبلد معين أستطيع أن أعطيكم مثال من عملي أنا بحيث أنه في الأولى الأخيرة كان هناك اهتمام متزايد بكتب سمر إلياس مثلا حول الأحداث في سوريا وبالفعل وصلت كتبها إلى أوروبا وكان هناك اهتمام ملحوظ بشأن سوري أكثر من قبل وهذا الاهتمام لا يزال قائما لم يكن هناك فقط كتاب واحد وصل إلى الجمهور الغربي وحصلت المؤلفة أيضا على جائزة أمريكية للكتابة وهذا شجعها على الكتابة أكثر فأصبحت معروفة بعض الشيء ليس فقط من ناحية الأدابية إنما أيضا عن طريق القصص التي حكت عن بلدها روبا مابيارو يتذكر كيف أنه تم نشر كتبها وهناك غيرها أيضا فبعض الكتاب والكاتبات وصلت كتبهم إلى أوروبا ليس فقط بمناسبة الأزمة السورية كانت هناك أيضا جوانب أخرى لعبة دور في هذا الاهتمام المتزايد ففي فترة معينة أصبح هناك اهتمام متزايد وهل هناك اهتمام مستدام إذا كان الاهتمام ينبع من الأخبار كوكيلة حاولت دائما أن أدعم الأدب من أجل الأدب بالطبع من الصعب في بعض الأحيان الفصل بين الأدب والأهداف إذا كانت هناك رواية من سوريا فلا يجب أن نركز فقط على الشأن السوري السياسي إنما يجب أن نركز على الأدب أيضا بعيدا عن الأخبار في بعض الأحيان الغرائبية أيضا لعبت دور وهذا غير عادل والكتاب يعرفون ذلك سمعنا أيضا من بعض الكاتبات عندما يشعرون أن هناك اهتمام بعملهم بسبب العنصر الغرائبية فقط هل هناك اهتمام مستدام لا أظن ذلك بالضرورة الوكلاء والناشرين مثلي الذين يحاولون دعم الأدب العربي ربما الأخبار أو عنوين الأخبار تعطيهم فرصة لترويج أدب معين من لبنان من قبل من سوريا ولكن هذا الاهتمام لا يبقى طويلا ولكن نريد أن يتم اكتشاف الأدب وليس فقط الأحداث السياسية هذه الملاحظات من ياسمين أود أن وجه لكم أيضا عندما تفكر باختيار كتاب أو نشر كتاب ما هي أفكارك في البداية من أجل اختيار ذلك نعم هل تقصدينني أنا لم اسمع اسمي مرحبا بكم يسعدني أن نتحدث معكم عن هذا الموضوع لأنه بالفعل يشغلني بالي كما قالت ياسمين التي عرفها جيدا منذ زمن طويل وأحب عملها استطيع أن أشدد على ذلك الأحداث الراهنة تثير بعض الاهتمام في بعض الأحيان بالنسبة للأحداث السياسية لابد من ذكري 11 سبتمبر أيضا ففي تلك اللحظة أطرت أوروبا أن تتعامل وأن تتعرف على ثقافة غريبة من وجهة نظرهم في بعض الأحيان بالطبع هناك الكثير من الدول العربية من السعودية إلى المغرب هي لغة واحدة ولكن كما نعرف تماما أن داخل هذه اللغة هناك الكثير من الثقافات المختلفة ومن الخطأ أن نتحدث عن الأدب العربي ككتلة واحدة وهناك أيضا أدباء عرب يكتبون باللغة الإنجليزية مثلا على كل حال هذا الاهتمام بتلك الثقافة الجديدة أدى إلى اهتمام متزايد وإلى نشر المزيد من الكتب العربية ولكن لدينا في دار النشر عندما نعتقد أن هناك اهتمام بكتاب عربي معين مثلا رواية النجم والي فهذه الرواية حصلت على اهتمام كبير أيضا في النقط الأدبي ولكن من الصعب أن ننشر لأديب عربي غير معروف ولا يكتب عن الموضوعات السياسية بمعنى آخر نحن لدينا في دار النشر هنزر نبحث عن الصوات لكتاب وكاتبات يكتبون عملا أدبيا ولا يردون فقط على أحداث سياسية وتاريخية ومن الصعب أن نحقق النجاح في ذلك لأنه نتحدث عن كثيراً كثيراً عن نقص المعرفة في الثقافة الغريبة ولكن عندما نتعامل بشكل جدي مع تلك الثقافة وذلك وذلك الأدب حيث يمكن التعرف على حياة الناس في تلك المناطق فهذا الاهتمام يظل دائماً محدود ببعض الشيء ربما سوف نعود إلى ذلك فيما بعد ما هي هذه الصعوبات وما هي عقبات هذه المشكلات كما قلت أنت هناك أكثر من أدب عربي وليس هناك سوق كتاب عربي واحد فقط على كل حال رشا أنت كناشرة أنت تعملين في سوق أدبي صعب ونفس الصعوبات موجودة لدينا هنا أيضاً يعني التناقص الاهتمام بالقراءة والأدب ولكن لديكم أيضاً مشكلات إضافية كالرقابة ومشاكل في التوزيع هناك مشكلة النسخ غير المرخصة للكتب الأدبية في البلدان العربية وبعض الأسواق انهارت كاملاً بسبب الحروب والأزمات في سوريا مثلاً في العراق فأنت كناشرة كيف تعملين في هذا المحيط يبدو أن الاتصال انقطع مع بيروت فالأوضاع في بيروت يبدو أنها صعبة يجب علينا أن ننتظر حتى تعود إلينا رشا إذن كما قلت ياسمين هل مطرحتي ومأكد علي بيرو أيضاً أنه هناك اهتمام محدود بالأدب العربي هل ينعكس ذلك على الكتابة نفسها فالمؤلفين العرب بالتأكيد يعرفون هذه المشكلة وربما يعرفون أيضاً عندما يريدون أن ينجحوا فيحتاجون إلى الأسواق الغربية أيضاً هل ينعكس ذلك على الكتابة على اختيار المواضيع لديهم أيضاً نعم هناك طلب على الترجمات في البلدان العربية ليس كما في بلدان أخرى الكثير من الكتاب الشباب يريدون أن تترجم عملهم ربما أكثر من بلدان أخرى ربما الناشرين الفرنسيين يبدأون بالترجمة فوراً إذا كان هناك اهتمام أو يتوقعون أن يكون هناك اهتمام ولكن بالنسبة لكثير من المؤلفين العرب فنجاحهم هو في الغرب وليس في بلدانهم بالفعل أنا كان لدي الكثير من المؤلفين الشباب جاءوا إلي ويبحثون عن الشهرة إن صح التعبير فلنقول ليس فقط الموضوع هو عنوين الأخبار إنما سمعت أيضاً أن مواضية مثل اضطهار المرأة تعتبر مهمة بالنسبة لهم من أكثر من ناحية أما بالنسبة للسياسة فالموضوع أكثر تعقيداً ليس من السهل أصلاً الكتابة عن المواضيع السياسية إن كنت تعيش في بلد عربي فعليك أن تفكر مرتين قبل أن تكتب عن مثل هذه القضايا ففي ذلك مخاطرة والكثير منهم يغادرون دولهم عندما يكتبون عن هذه الأوضاع في مصر مثلاً كان هناك كثير من الكتب التي تتناول أحداث الثورة المصرية وهذه القضية شائكة بعيداً عن التوثيق المباشر الإيجابي أو السلبي هناك عملية حضم لهذه الأحداث إلى اليوم ولدى البعض هناك أفكار متشابهة ولكن يعالجونها بطرق مختلفة في مصر هناك الكثير من الكتب التي صدرت عن الثورة ولكن لا تعتبر كتب سياسية أو روايات سياسية فالجواب نعم هناك بعض الكتاب يريدون أن تترجم أعمالهم وأن يشهروا في الخارج أيضاً ولكن ليس بالضرورة فقط عن طريق القضايا السياسية كما قيل في بعض الأحيان بعض الكتاب العرب يكتبون أيضاً باللغة الإنجليزية والفرنسية من البداية هل ذلك من أجل نجاحهم في الأسواق الأوروبية ليس بالضرورة نعم هناك بعض الكتاب الذين يكتبون باللغة الإنجليزية أو الفرنسية اللغة الفرنسية مهمة بالنسبة لشمال إفريقيا ربما للبنان أما اللغة الإنجليزية فهي اللغة الأجنبية السائدة والكثير منهم يستخدمون ذلك ولكن ليس من أجل الحصول على قراء كثيرين بالعكس فهناك محاولة من أجل إعادة إحياء اللغة العربية مثلاً في المغرب فالأدباء الشباب يريدون يسعون للكتابة باللغة العربية قبل كل شيء ولكن هناك أيضاً كتاب ناجحون من الوطن العربي يكتبون باللغة الإنجليزية أو الفرنسية ولكن ليس من أجل النجاح يكتبون بهذه اللغات السؤال الذي علينا أن نطرحه أو ربما يطرحه الناشر في البداية بالتأكيد هناك سعي نحو تسويق وترويج لأدب ليس مسيساً في المبدأ ولكن ليس هناك اهتمام بالضرورة بأدب غير سياسي إذن ما هي الإجراءات وما هي ما هو المطلوب من أجل إثارة اهتمام القراء عندما لا يطلبون مثل هذه الكتب يعني كيف يمكننا أن نثير هذا الطلب هذا السؤال مهم في الحقيقة أنا أعتقد أنه من المهم جداً أن يكون هناك كتاب ينجح لفترة طويلة عندما ننظر إلى أمريكا اللاتينية بسبب كارسيا ماركيس مئة عام من العزلة فهذه الرواية أثارت الكثير من الاهتمام بأدب أمريكا اللاتينية أما أما جهزة نوبيل للأدب لهذا العام قد تثير اهتماماً متزايداً لبلدان إفريقية مثلاً أو لبعض البلدان العربية على القرى الإفريقية الفائز بالجائزة ليس كاتباً عربياً ولكنه من إفريقيا وربما يثير ذلك بعض الاهتمام بالطبع الأمر مرهون بالمراجعات في الإعلام هناك بعض الآمال من هذه الناحية ولكن الشبكة الارتباطات بين أوروبا الغربية والعالم العربي يجب أن تتوسع وهذا ما يحدث هنا عن طريق أشخاص مثل ياسمينة ووكالتها التي تدعم الكثير من الكتاب فهذه شبكات مهمة للغاية وهناك أيضاً خبراء هناك المترجمين الديوان غوتي الديوان الغربي الشرقي ترجمه هامر بوركشتال إلى اللغة العربية فبدون المترجمين وبدون من يعملون من أجل ترويج هذه الأعمال لا يمكن أن يتحقق نجاح أنا بطبع شخصياً لا أجيد اللغة العربية وعندما نتحدث عن كتب عربية أو عندما ننصح بنشر كتاب عربي معين مثلاً من المترجم هارتبود فاندريح وهو معروف جداً أو لغيسة بندر التي ترجمت لسمر ياسبك أو شتيفان بايدنر وغيرهم والذين يكتبون التقارير الأدبية في بعض الأحيان من غير أن يترجموا فدور الوساطة مهم جداً هنا وسنرحب لو كان هناك اهتمام متزايد من قبل الإعلام أيضاً من ناحية مراجعة هذه الكتب وبالتالي هذا سوف يشجع دور النشر أيضاً على ترجمة الكتب العربية بمعزل عن توقع النجاح الكبير فعلينا أن نعتمد على هذا العمل في النطاق محدود أنا من أصول إيطالية ورأيت تماماً أنه من المهم جداً أن يكون هناك الصلاة بين دور النشر والخبراء والمترجمين من أجل أن يتم ترجمة الكتب عندما تترجم كتب كثيرة فسوف تجد قراءها أيضاً عن طريق المراجعات نعم هناك اهتمام بالثقافة الإسلامية والعربية بأسباب معروفة ولكن نتمنى أن يتوسع هذا الاهتمام بحيث يكون اهتمام بحياة الناس هناك وليس فقط بالأخبار السياسية الخطيرة أتذكر هنا مثال فكرت أنه ربما مثال ناجح سوف نسأل ياسمين عزيز محمد من المملكة العربية السعودية كتب كتاباً أعتقد أنه صدر في عام 2016 وترجم إلى اللغة الفرنسية في هذا العام ربما يكون ذلك مثال على ما قاله بييرو سلابي الكتاب السعودي السعوديون لا يترجمون إلا نادراً فكيف حصل أن ترجم عمل هذا الكاتب شكراً شكراً جزيلاً على ذكر هذا الموضب وهذا الاسم بالفعل كتابه ليس كتاب عن الحرب أو السياسة أو ما شابه ذلك كانت تلك الرواية هي روايته الأولى كان على القائمة القصيرة لجائزة بكر العربية وهكذا سمعت عن هذا الكتاب لأول مرة بالطبع دائماً أنا أقرأ الكتب المكتوبة على القائمة القصيرة وأنا كنت حاضرة أثناء منح الجائزة وشخصيته أيضاً مؤثرة كتابه هو كتاب عن مرض السرطان في مصر أيضاً هناك كتب فكاهية نجد ذلك ناذراً في السعودية ولكن يحدث ذلك في بعض الأحيان وهذا كتاب مثال على ذلك رغم جدية الموضوع فكيف يعيش المريض مع عائلته فهذا الكتاب أثار الكثير من الاهتمام بييرو أشار إلى ذلك من قبل من المهم وجود الخبراء والوسطة أنا أيضاً التواصل كثيراً مع المترجمين أنا أعرف أن هناك تقليل لشأن هؤلاء المترجمين في بعض الأحيان ولكن أعملهم مهم للغاية فاروق الناشر الفرنسي الذي يترجم حوالي عشر ربعات عربية باللغة الفرنسية في كل عام فهو تصرف سريعاً عندما رأى أن هذا الكتاب وصل إلى القائمة القصيرة والقطولية السعودية في فرنسا أيضاً ساعدته في ذلك وهم يعطون المنح أيضاً للكتاب والمترجمين فكان لديهم أيضاً اهتمام بهذا الكتاب والتوجه إليه وكان في ذلك الفائدة الكتاب السعوديون غير معروفين في الأدب عموماً التعاون مع بعضهم وكنت أحاول أن أسوق كتبهم في الماضي أيضاً في بعض الأحيان ننجح في إثارة الاهتمام بهذه القضايا بالدغم من أن السعودية تعتبر بعيدة عن نطاق الاهتمام في الغرب عموماً ومن الرأع أن نجد مثل هذه الأمثلة أن يكون هناك رواية ناجحة وتترجم فوراً إلى لغة غربية وماذا عنكم هل لديكم اهتمام بمثل هذا الكتاب يعني أنت ربما لم تقرأ هذه الرواية ولكن بعد أن تكون سمعت إلى ما قيل الآن عن هذه الرواية السعودية هل لديكم اهتمام بذلك أنا شخصياً بكل تأكيد أهتم بذلك دائماً وأنا أتواصل مع ياسمين في هذه الشؤون دائماً مثل هذا الكتاب لابد أن يكون لدينا تقرير عنه لخبير علينا أن نعرف هل هذا الكتاب يكتب بشكل مثير أولاً هل يهمنا الموضوع الأمر مرهون دائماً بالمستوى الأدبي وهنا نعتمد كثيراً على الخبراء الذين يكتبون لنا التقارير إن لم تكن هذه الكتب منشورة باللغة الفرنسية أو الإنجليزية حيث نستطيع نقرأها بأنفسنا فلو كان ذلك سوف أعتمد على النص على كتاب نفسه ليس ليس هناك سبب يمنعنا من نشر قصة من بلد معين إن كان النص مكتوب بلغة ممتازة أما توقعات النجاح المحدودة بسبب بعد البلد نعم هذا يلعب الدور أيضاً في بعض الأحيان هناك كاتبة من عمان القاتل تكتب باللغة الإنجليزية في بعض الأحيان أنا فكرت طويلاً هل نأخذ الرواية أنا أحببتها جداً ولكن الأحداث تدور في بلد يعتبر بعيد عن الاهتمام الغربي كثيراً وكانت إن صح تعبير موسيقى الرواية كانت خافتة وهم من الصعب أن نجد قراء لمثل هذه الأعمال إلا إذا كانت هناك مراجعات كثيرة وممتازة لمثل هذه الكتب هناك الكثير من العوامل المهمة في اختيار الكتب في بعض الأحيان إذا كان وصف الواقع في الروايات مبسط فهذا شيء أما إذا كان الوصف معقد جداً فيجب أن يكون المستوى الأدبي عالي للغاية من أجل أن ينشر الكتاب للأسف لم نستطع أن نتصل مع رشال أمير يبدو أن شبكة الإنترنت ضعيفة جداً في بيروت إذا نتحدث مع ياسمينا مرة أخرى عن النشر وتسويق الكتب في الدول العربية كما قلت عندما سألت رشا هناك صعبات معينة في سوق الكتاب العربي هناك الرقابة هناك صعبات في التوزيع هناك نسخ غير مرخصة حتى لبنان أيضاً أصبح الآن دولة تعيش في أزمة عميقة وهذا هذه الأزمة تشمل أيضاً سوق الكتاب فما هو تقييمك بالنسبة للبنان بالذات ماذا يعني ذلك بالنسبة لنشر الكتب في لبنان بالفعل مؤسف جداً لا نستطيع أن نستمع إلى رشا في هذا الخصوص كنت أتمنى جداً أن نسمع منها ما هي التطورات الجديدة في لبنان ودار نشرها خاصة ومميزة ومهمة قبل الأزمة اللبنانية نعم الرقابة كانت موجودة دائماً والرقابة مشكلة إذا كان السعودية مثلاً هي أكبر بلد عربي وأهم سوق للكتاب وإن كانت هناك رقابة وإن منعت إحتاء الروايات فلا يمكن أن تنجح ليس فقط السعودية وفي بعض الأحيان أيضاً نفاجأ أن نشر كتاب معين في السعودية ولكن ليس في لبنان في بعض الأحيان القضايا الحساسة تكون غير متوقعة وفي بعض الأحيان لا نعرف مسبقاً أين هي الخطوط الحمراء بالنسبة لدولة معينة من أجل أن نعرف ما هي القضايا الشائكة ولكن هناك مفاجآت وتطورات جديدة وتكتب أشياء لم تكن متوقعة وبعض هذه الكتب تصل إلى السوق والناشرون دائماً يشتكون من الخسائر بسبب النسخ الغير مرخصة لا أعرف كم هي خسائرهم ولكن وجود النسخ غير المرخصة هذا يعني أيضاً أن هناك اهتمام من قبل القراء إما أن يجدوا أن إسعار الكتب أغلى من اللازم أو هناك مشاكل في التوزيع بالتأكيد هناك أسباب لوجود ظاهرة النسخ غير المرخصة في بعض الأحيان أنا أيضاً عندما أسمع عن كتاب فأبحث عن فايل في البداية في الإنترنت من أجل أن أقرأ هذا الكتاب ولكن ولكن بطبع من الصعب أن يستثمر الناشر في كتاب ثم تروج النسخ غير المرخصة في السوق ولكن الوضع في لبنان أيضاً مرعب بعض الشيء إن صح التعبير أنا على التواصل مع كثير من الزمال هناك أنا أحترم شجاعتهم وصمودهم أيضاً إلى الآن وكيف يحاولون أن يستمروا في عملهم أن تحدثوا مع دار الآداء وكانت مديرتهم فخورة بأنها ظلت تنشر حتى أثناء الجائحة أنا لا أعرف كيف هي الأوضاع بالنسبة للدور الصغيرة نظراً لانقطاع الكهرباء نظراً لنقص الوقود في البلد الناس بحاجة إلى مولدات كهربائية خاصة من أجل استخدام الكهرباء ولكن عموماً بدون كهرباء بدون بنزين بدون انترنت من الصعب جداً الاستمرار في النشر حتى الورق والتكاليف الورق المتزايدة وذلك في ظل التضخم المالي الكبير في لبنان فمن الصعب الاستمرار في هذا العمل علماً أن لبنان كانت دائماً مهم للغاية بالنسبة للنشر فلبنان كان ينشر الكتب للعالم العربي كله ونشروا لكتاب عرب من جميع الدول العربية في بعض الأحيان ذهبت الكتب من لبنان مباشرة إلى مصر حيث أن مصر سوق كبير ومهم وبالتالي نشروا للكثير من الكتاب العرب من خارج لبنان وبالتالي علينا أن ندعم لبنان بهذا الخصوص أيضاً نحاول أن نتحدث مع رشا الآن رشا هل تسمعين أنا نعم نسمعكم اسمعكم إذن نستخدم الخطة الصوتي فقط من غير الصورة الوقت محدود وياسمين تحدثت كثيراً عن سوق الكتاب العربي ولكن فلنتحدث عن عملك أنت شخصياً كيف هي أوضعك كناشرة في لبنان حالياً هذا هو السؤال الأول وما هي فرص الترجمات ترجمة الكتب من اللغات الأجنبية إلى العربي فما هي المشروعات التي تهمك قبل كل شيء ما هي الأعمال التي يجب أن تترجم إلى العربية كما قال التي ياسمين نحن نحاول أن نبقى على قيد الحياة حالياً أنا عيش في لبنان النقص يشمو كل شيء الكهرباء والبنزين ولكن لا نستسلم نحن نحاول أن نبقى على قيد الحياة وأن نستمر نحاول أن ننشر المزيد من الكتب الإلكترونية وننشر بعضها مجاناً على موقعنا الإلكتروني لأنه يجب أن يقرأ الناس هناك حاجة لأن يقرأ الناس والقراءة أصبحت مكلفة جداً في بلدان حيث تدور فيها حروب لذلك علينا أن نشجعهم على القراءة هذه الصناعة الصغيرة هذا القطاع المحدود الذي كان يشكل أمل كبير بالنسبة للكثير من الناس الترجمات أيضاً مهمة بالنسبة لنا بشكل خاص حيث نحن لا نخطط لعمل معين أو نفكر بعمل معين ولكن سوف نسعد لو أمكنكم أن ترسلوا إلينا الكتب نريد أيضاً الترجمة إلى الجهة الأخرى حيث تترجم أعمالنا إلى الفرنسي إلى الإنجليزي وكيف تستقبل أعمال الدار الجديد باول سيلان ونيتشي وغيرهم أعرف أن لديكم الكثير من المشاريع من أجل نشر أو ترجمة الكتب أو المزيد من الكتب ما هي هذه الكتب رشا هل تسمعيني إذن سؤال أخير حول الترجمات أنا أعرف أنك ترجمت الكثير من الكتب با دار الجديد نشرت الكثير من الكتب من الألماني باللغة الألمانية ما هي أو ما هي أهم الكتب القادمة التي سوف تنشروها أو تترجموها هناك الكثير ينقصنا الكثير فيما يخص الكتاب الكثير من الكتب الكلاسيكية التي من المفترض أن تترجم من جديد إلى اللغة العربية بدءا بالكتب اليونانية الكلاسيكية التي كانت مؤثرة جدا أيضا بالنسبة للعالم العربي من المفترض أن تترجم من جديد إلى العربي أيضا كتب جوتي ليس فقط الكتب الحديثة والمعاصرة إنما الكلاسيكية أيضا ونحتاج إلى عدد حيوات إن صح التعبير من أجل ترجمة كل هذه الأعمال ليس فقط من الألماني من الإنجليزي والفرنسي أيضا فعلى المترجمين أن يشتغلوا كثيرا ونأمل أن ننجز ذلك في حدود إمكانياتنا في دار النشر شكرا جزيلا تجاوزنا الوقت كما قلت علينا الكثير من العمل وسوف نتواصل في ذلك في المستقبل أيضا شكرا جزيلا على حضوركم إلى اللقاء باي باي thank you thank you